يعني الأخند الخراسان وممن أشار إلى هذا أعزائي أيضا النائيني اللي بالأمس قرأنا في فوائد الأصول الآن في أجود التقريرات في أجود التقريرات أعزائي اللي هي طبعة تحقيق نشر مؤسسة صاحب الأمر المجلد الثالث صفحة مائتين وتسعة وخمسين مائتين وتسعة وخمسين يقول قلت الركن الركين في تلك القيود قيود حجية الخبر بأي ما هو الملاك يقول الملاك هو هذا هو إفادة الخبر للوثوق هذا هو الركن مو أن السند صحيح لا وليس في صحيح نعم صحة السند ماذا قرينة مفيدة ولكن مو هو الملاك التام فلو ضعف السند مو نرمي بها عرض الجنو عرض الجنو لا وإلا كونوا على ثقة كونوا على ثقة تسعين بالمئة من روايات التفسير يضرب بها عرض الجنو خمسة وتسعين بالمئة من روايات التاريخ والمواعظ والأخلاق يضرب بها عرض الجنو أنتو روح الآن يقرأوا المحجة البيضاء روايات المحجة أشوف كم رواية تقدرون تلقون صحيحة بالإصطلاح ماذا بالإصطلاح الذي يقوله السيد الخول ضعيفة 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 أصدقوا أنتو ليس يروحون إلى هذا الروح الآن إلى أصول الكافي وتصفحوا مرآة العقول مرآة العقول انظروا في كل باب كم رواية منها يقول ماذا شنو ضعيف 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 مجهول 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 لا أصول الكافي لا يبقى من وجهه فما بالك بغيره هذه في صفحة ميتين وتسعة وخمسة في صفحة مئتين أعزائي وستة وسبعين يقول أن الحجة من حيث السند ليس إلا الخبر الموثوق بصدوره خبر الثقة خبر ماذا ولذا قلنا بالأمس ميزنا لكم بين الخبر الثقة والخبر ماذا وهذا الذي سيدنا الشهيء قدس الله نفسه في مباحث الأصول لسيد الحائري أشار إليه في الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة خمسمائة واثنين وتسعين قال الخبر الموثوق به بغير وثاقة الراوي مر أن الراوي أيضا ثقة نور على نور ويحصل منه ماذا الموثوقية ومر لا الراوي ماذا بحسب الاصطلاح المتأخر ليس ثقة ولكن الخبر ما هو موثوق نعم يبقى سؤال بأي الطرق نتوثق هذه أبحاث صغروية هذا إعراض المشهور يضاعف أو لا يضاعف عمل المشهور يقوي أو لا يقوي وروده في الأصول الأربعمائة وروده في الكتب الأربعة هذه أبحاث صغروية وليس بحثا كبروية